بعد هذه القرارات هممكن كان اهتمام الجرائد كلها بنت هنستعرضها مع حضراتكم سريعا قبل ما ندخل فيه أجواء السعدادات الآلي للمباراة الانتقالية لأنه دايما وأبدا مباراة في ظرف جديد مع مدير فني جديد حتى وإن كان كان موجود ولكن كان موجود كمدرب عام الآن الكابتن محمد يوسف عنده المسؤولية الكاملة لكن مع طي صفحة الكارتيرون هنقول لكم الصحف تناولت ده ازاي ايضا بالتركيز حتى على اللي جاي الاخبار قالت الاهل اتفع على اقالة كارتيرون قبل الاخفاق العربي ثلاثة اجانب بينهم فريرة مرشحون للقيادة الفنية عقوبات العشور ومؤمن وعودة سليمان مدربة للحراس جارت الوطن قالت الاهل يواصل رحلة الانقاذ خمسين سيرة ذاتية لمدربين جدد تغيير مدرب الحراس وتدعيم الجهاز المؤقت المصر اليوم قالت مفاضلة بين لوكسنبورجو وموسلين لخلافة كارتيرون الارجنتيني ديازي عود للصورة طرق سليمان مدربة للحراس وعبد الحفيز يفاوض وردة لضمه في ينايا المصر اليوم قالت الاهل يفاضل بين اربع مدارس لخلافة كارتيرون انجليزو اسبان وبرتغالي بين المرشحين وستطلع رأي جوزية في اختيار المدير الفني ميهوب اقوى المرشحين لمنصب المدرب العام محمد يوسف يقود الفريق امام المقاولون والداخلية والجونة الميسا راحت سكة تانية قالت بمشاورة مانويل جوزية برتغالي او هولندي لخلافة كارتيرون في الاهل والشروق قالت الاهل يسابق الزمن لحسم خليفة كارتيرون رجعت الوطن قالت لا فيه ثورة في الاهل ترشيح كارينيو وباوزة جوزية يزكي مساعده والخطيب يمين للبرتغاليين الصفقات الجديدة يمكن اتكلمت بعض القنوات على اجتهادات كتيرة جدا الشروق قالت الرباع المحترف يرفض العودة للاهل كوكا تمسك بالبقاء في أولمبياكوس اليوناني واردس تبعد الانتقال لأي دور عربي ترشيح يؤكد رغبته في الانتقال لدور أوروبي ورمضان ينتظر الفرصة مع هادرس فيلد دي فترة بالتأكيد لا والنهاردة بقى أقوى المرشحين مين مجت مجت النجم الألماني الكبير وده كسم مع باين مينوف وفولس بورج الدوري مرتين يعني أظن 2004 وبعد كده اللي أنا عايز أقوله هذا التحدد في الأخبار هذا عدم الاتفاق على الأخبار ده بيعزز اللي أنا أقوله لك ممكن جدا تبصت لها اسمه إن الوزوك الردول جاه ما هو ما هو ما هو الناس مش برضو المجتهد مش بيشتغل من فراغ أي ومشتغل على الرؤية وتوقع أي واجتهادات وزراره بيعمل بدلة وقد يكون بعض الوكلاء يعني كل واحد من اللي حدا بترشيحات بيروح مدي لك الترشيح ومبلغ الإعلام فيبقى ده خلاص هو هو فعلا يبقى قدام اللجنة لكن مش معناها أنها استقرت على مين لسه أو مين اللي حيعلن يعني ترجمة نانسي قنقر